ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتواصل ونكمل باقي فقراتنا في سيفن دين سبورت وهنروح بقى الخبر مهم جدا النهاردة في مفاجأة كبيرة جدا أعلن اتحاد الأفريقي لكرة القدم استقبال أربع ملفات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027 على رأس الملفات دي ملف الاتحاد المصري لكرة القدم والملفات المتنفسة هي مصر والجزائر وملف وبتسوانا وملفه مشترك بقى بين أغندا وكينيا وتنزانيا دول أربع ملفات ولسه لحد يوم 23 ما هيكون التوقيت النهائي لاستقبال الطلبات مستوفية طبعا الشروط زي الضمانات الحكومية والملاعب وفي يوم 15 يونيو هتنزل لجنة تفتيش يعني على الحاجات دي وبعدها يتم إعلان القرار النهائي يمكن مصر نجح بامتياز في تنظيم أفضل نصح كأس أمم أفريقية سنة 2019 اللي فاز بها منتخب الجزائري وأعتقد أن الدولة المصرية موفرة كل حاجة البنية التحتية اللي ممكن تنظم بها أي بطولة واللي تأهلك لاصدافة أي بطولة عالمية كمان مش أفريقية بس